بعد كده في الطبق التاني. الطبق التاني سهل جدا وبسيط قوي. هي جبن ريكوتة هنعملها ازاي مقالية عندي في قلب الزيت. سهلة جدا وبسيطة جدا جدا جدا. ومن الحاجات اللي انا عم اتأكد ومتأكد جدا جدا هتعجبكم كلكم ليه. كننا منحب الجبن. وكننا منحب الجبن المقالية. ماشي. لكن فيه لاس هتقول يا شيف محمد ده مع الضيت ولا ضد الضيت. لا طبعا ضد الضيت. لكن فيه لاس كتنا جدا جدا بتحب الحاجات اللي هي تكون دسمة شوية. عشان كده بنعمل ده الموضوع سهل جدا وبسيط قوي. لو انا عندي جبن ريكوتة في حدود ربع كيلو. جبن ريكوتة في حدود ربع كيلو. بديها عندي اتنين بيضة. بديها عندي اتنين بيضة. معلقة السكر. بديها عندي بشر لمون. معلقة بشر لمون. بديها عندي رس كوب بايت دقيق. امحي عادي جدا. بديها معايا معلقة زبدة. بديها معايا بعد كده زيت للقالي. وعندي بعد كده آآ آآ عسن نحل. الكلام ده لازم يتعجن. ولازم تخص لازم تعجن وتخش عندي في قلب التلاجة لمدة لمدة لا تقلة عن ساعتين. يا كريم الكبه عشان اقافهم دي. يبقى عندي كبه حبيب. يبقى عندي تاني المعدير بنقول تاني عندي ربع كيلو جبنة ريكوتة. اهي. بناديها بالزبط عندي بطين. بناديها معلقة سكر. بطين معلقة سكر. معلقة بشر لمون. معلقة بشر لمون. بناديها نصف كبات دي معلقة زبدة زيت للقالي بعد كده بنجملها عندنا بايه بنجملها عندنا بايه قلب في بالعسل نحن. بناخد جدنا نكوتة دي بنحاول نحن نفرومها كويس قوي. معنا كده اهو. نحطها في كب عندنا يا جات لما تتفرم جدا. تبقى نعمة جدا جدا. عايز اديها شوية لبن صغرين ممكن. بحيس انها تبقى عندي كريمل شوية. لو عايز اديها شوية لبن بحيس انها تتفرم معي قوي. نعم. سيز محمد السلام عليكم. السلام عليكم. سيز محمد. سيز محمد اهلا بيك يا حبيبي. كنت بقول لحزيزك انا كنت ع عايش الهولندا كنت بلعب في نابي هنا خبرتك. كنت اكلات كده مميزة كنا بنأكلها زي الاسكريم الهولندي. زي اه? الاسكريم الهولندا حبيبي. اه. فكنت عايز يعرف طريقته. كنت عايز يعرف ايه اكلاتي الصحية ليه. طيب انا مش حكدي بعدك. انا شخصيا لمعرفش الاسكريم الهولندي. انا عرف الايطالي. اعرف السويسري. اعرف الفرنسي. لكن الهولندي معرفوش. لكن نحاول نسألك الاصدقاء نعاني ان شاء الله. وانجاب لك طريقة الاسكريم اله لكن اه ان شاء الله هو برضو طرم ايس كريم. يعني اكيد مش يختلف على التكنيك العادي اللي احنا مشتغلوه. بس ممكن يكون فيه تريتكات صغيرة. احنا عرفها ان شاء الله قولك عليها. بشكرك جدا جدا. انا اتصالك حبيبي. كده. ادي. ادي جبنة. بتأكد كويس قوي. انها تبقى معايا زي كريمة هي. ده شرط اساسي. وبعدين قوم جاي كده. ومدي لها كمان شوية لبن تاني. صوارين جدا. بالضبط بدي ابتها حوارا عن تلات اربعة معلق لبن بالكتير اوي. ولو جدت جبنة ركوتة لسه طازة. مش محتاجة مني لبن. طيب اشوف محمد. ما بلقيش جبنة ركوتة. نعمل ايه? احنا ناس في مكان مفيش جبنة ركوتة. نعمل ايه? هتجيبي كيلو او كيلو نص لبن كامل الدسم. كامل الدسم. بنته سبعة بنت. انت بتعال قدنة لعم. احنا نعرف سبعة بنت. لبن من مزرعة. يكون سبعة بنت مش مخشوش. جموسي او بقري. مش هتفرق. تمام كده? هجيبي اللبن يجلي معي. اول ما يجلي معي. اديله بالضبط. ربع معلقة صغره ملح لامون. حليه تكون معي. احط في شاشة. واضربه عندي. بمعلقتين لبن زا كده. واشتغلوا مكان دي. يباحنا. بمرقافش على حاجة. وبنسهل على الناس كل حاجة ان شاء الله. كده? لا. الجبن القريش مختلفة يا عمضة. حلوى سؤال hub of Allah بتعجبني بتاعجبني میں سؤالتك. بس الجبن القريشعة عمضة شوية هي ليها نكهة معانة نكهة جبن القريش. بس تنفع. اه تنفع. بس في النهاية. في النهاية حلقةك. نكهة جدنا القريش دي مش عايزة. لا انا بقول لو انا عايز لو انا عايز اا اا. طعم الجبنة اللى انا بقولي لكم عنديебكوة بتعمل كده. باجيب عندي اعدى الزبدة اهي معلقات الزبدة بحطها هنا تانية. وبحط عندي البض. كد حطي بودة واحدة بس. والتانية خليها عندي. كده بنراح كده. اه. مع بعض. كده. اه. اضرب. انت بحتاجة تنزلي بقى. مش كده? اه. وليلي بقى انك بحتاجة تنزلي عشان نزلك. مش كده. اه. ايه لازم انت الكلام ده يا شب محمد الكلام ده? هيخلي معايا. انزلتان الزبدة. حتة الزبدة دي انازلها. كده. عشان تلف معايا. قلنا اجدنا دي شرط اساسي. شرط اساسي ليها. انها تقعد عندي في التلاجة ايه? ساعتين. لو اتعاملت يا جماعة قبل الساعتين دي. مش هاخد نتائج خالص منها. لفت معايا. بجيب بقولها يا كريم من فضلك. كده. اه. واخد الكلام ده عندي بقى وابدأ اشتغل ايه? باي هاند. بايداي. انزل ده كده. اه. خلاص كده. ادي عندي الجبن بقت كريم ري هي. بص جماعة عاملة ازاي. هو ده اللي عايزو. لو بقت غير كده. حتة معايا ما تنفع عشي. نقول تاني. لو بقت حتة معايا مش هتنفع. لازم تبقى كده. اتحايل معاها. لو هي عندي نشفة. اديها معلقتين لبن. وبعدين حطيها بعد كده بيضة. وحطيها عندي حتة الزبدة. اتحايل معاها. اي غيرات وام جاي واخد عندي. لحظة كريم. واخد عندي. ادي. البضة التانية. كده. اه. اضرب كله مع بعضه. تاني كده. اه. ادي البضة اه. واضرب كده. كده. اه. معلقة تسكر. ليه معلقة تسكر شف محمد? او معلقتين. ليه شف محمد علشان تلون معايا. كده. ودي بشر. ادي اللمون. معلقة. ماشي كده. اقلب. واجيب بعض بطولة. خلاص كده. مهمة الجبنة عندي والبضة انتهت. مش عايزة تاني. سلام عليكم. عليكم. السلام ورحمة الله. اهلا بيك يا ستوال. اهلا بحضرتك. ازاي كده? اهلا بيك يا اهلا. اهلا. معلش على الابعاج. معلش. تحت عمرك يا فاني. يا ربنا بقول حضرتك. معلش. انا كنت فتحتي يوم الكواري اللي عملتها حضرتك بالدمعة دي. بس كنت حطيتها خلاص غرفتها. ما شفتها هايش. عناي حاضر. فكنت عايزة بس ياردت فتكرني ما تنسانيش ربنا. تلعا ما قلت بالدمعة لازم افتكرك. لان اصل انا كمان محباها بالدمعة. ربنا كريمك يا ربا. شكرك استوكل. بص استوكل. احنا قابل 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 اهي حاجة خدنا الكواري بتاعتنا. سلقناها. في مية بتغلي لمدة دقيقتين وميراميناها. الماي مش كوارق. اكيد. تمام ربنا ايه؟ الميا. غسلنا الكوارق احس قوي. حطناها تاني في مية سخنا بتغلي. دناها باصلايا باصلايا. باصلايا. وراء لورة. وراء لورة حبهان. وراء لورة غار يعني او حبهان. ودنا له كمان باصلايا وجازرة و اوت كلافس. دناها بالصبت ساعة تغلي. ساعة تغلي معايا. بعد الساعة دي بعد الساعة دي اه الي حصل? لقينا عندنا الكوارق بتاعتني بدأت شوية لونها يفتحها. باخد اركينة خالص. اركينة خالص. في مالية السخنة بتغلي. لما تبرد لحطها التلاجة. تاني يوم تاخد معايا ساعة واحدة بس. لك نستعى النار ممكن تاخد معايا ساعات اول مرة. لكن انا باسمها في النار بتاعتها تاني يوم تاخد معايا ساعة. بعد كده يوجد معلقة بصل. معلقة واحدة بصل كبيرة مليانة. خطها على النار معلقة زبدة و معلقة زيت. و معاهم معلقة التوم كبيرة. يصفر معايا اطفو معلقة خل. اديها الدمعة بقى السلسة. سلسة طماطم فرش وسلسة طماطم بوري. معلقتين سلسة طماطم بوري. و كبيرة سلسة طماطم فرش. و وديها كبشتون شربة. معاها يغلو. وديها شوية شوية صغرين وملح وفلفل. وما سقط فيها كوارع. في قلب. في قلب الدمع. اطلعها بقى. واشك. ادي الخلطة بتاعت. اهم حاجة عندي. لازم تغطى عندي. وتخش التلاج عندي. لمدة. لا تزيد. عن ساعتين. ولا تقل عن ساعتين. يعني ممكن تزيد توب ساعتين ونص ماشي. او م بعد كده بتوب معيها شكلها كده. اه. اه. شكلها هوا عامل كده. حتى لها حتى زي ما كون خمرت. بص يا كماع عامل ازاي. اه. بتطرة كده. ابدأ الزيت عندي سخن. احط عندي المعالق في الزيت. وانا بقى اللي كده. عماد بقول لي. يا عما تخارت علينا قوي عام الحمد. كده. ها. 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 ننزل كده. ها. 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 شايفين ازاي. ها. كده. ها. ها. ماشي. وحنا بنقلي كده. بنقول لكم. مخرين الجميل بقيت اخارت عليا. مش كده عمضة? خالص? ماشي? لاي ماشي. مش مهلكم. عايز اتلع في عاصل. صغير قدي كده و هنرجع تاني. انا بيكم زي ما تشافين كده قدامنا ادي عندنا آآ الركوتة المقلية. هي زي ما تشافين كده. بالتعامل تزاب زي الزلابية او زي لقمة القاضية هي. زي ما تشافين كده عندنا هي. في منتال جمال طعمها طبعا مختلف تماما. وحاجة تانية ريتش او اوي. طبعا دي على التارية الاتالية. الاتاليين اصل مشهورين بيها. اهو زي ما نشاف حاجة كده. حاجة يعني آآ ريتش او اوي. ماشي. ما بقاش بس من اكل لادنا حاجات فيها عاجين كده. لازم ناكلهم حاجات برضو يكون قيمة شوية. اهو. كده. زي ما تشافين. براحة اهو. عندنا. ونطلع كمان عندنا كده يا كريم. نشوف كده اخبار البسكويت عندنا ايه? يا ترى شكله عامل ازاي? احنا قلنا 12 دقيقة. شاحة كده. اكيد طلع معانا اهو. اه? ساز اهناء السلام عليكم. ساز اهناء. الله. بص يا جماعة البسكويت عامل ازاي? شوف شكله عامل ازاي? هو دي نحن نتكلم عليه. قادر البسكويت بتاعنا اهو. ماشي. شكله ده من حضراتكم. يا رب يعجبكم وتجربوه. بعد ما بيرتح اوه يا حضراتك تتفكري ان انت اوه حالك تفكري ان انت تشيليه. وهو كده لازم لازم شرطا لازم وشرط واساسي ان يحصل له ايه? وشرط اسي ان هو لازم يبرد. لو فكرت ان انا اشيله كده اجربكم. هتلاقي واحدة اتكسرت عاطوه. لازم اوريكم كل حاجة عملي. بصوا. اهي. تتكسر معايا. بصوا يا جماعة ايه. اجا مسكتك. مش قادر. لازم اسيبها شوية. لانها من جوه هشة. من جوه هشة جدا. ماشي. هوا ده الشكل بتاع بس كويت الله عزقل لكم بتليم من جوه هش. لابانشة بتليم ارمش معاك زي الفول. اه دي عندي كده. الجبنة ريكوتة اللي احنا قلناها. بنيجي كده بعسل النحل كده. اهو. ونبدأ. اهو. عامل ازاي? شو هتفوز دقبا يا سلام. شو هتفوز دقبا عليه كده من فوق كده. اهو عسل نحل على حسب من تتحبي. عايز عسل نحل كتير حط عسل نحل كتير. عايز عسل نحل قليل حط عسل نحل الموضوع يرجع لك انتي. انتي بتحب عسل نحل دي. وهي دافية كده تحط على عسل نحل. تشرب. عايز اقول لكم حاجة. ولا احلى ولا اجمل من كده. ان شاء الله تعجبكم ونجربوها. وان شاء الله تبقى زي الفل معكم. ماشي. بعد كده هنخش بعد كده عندنا. الله نورى يا عمضة تسلم ايدك يا حبيبي. الله نورى عليك. ماشي. يا عيني. يا عيني. يا عزل المشاهدين كده ايه. عزل كده يحسوا كده بتعم الطبق وشكله. علشان بعد الهواء على طول ننفذوه. حاجة سهلة جدا. يا هيبة سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. اهلا بيك يا ست كل. اهلا سهلا.